مجلس الشورى بعد أن ثبت أنه لا توجد هناك شبهة دستورية تحوم حول هذا القانون وبعد مدخلات سادة الأعضاء التي أكدت حصهم على تعزيز الاقتصاد الوطني تم تمرير قانون الشركات التجارية والموافقة على التعديلات بصفة الاستعجال تهينا إلى سلامة المشروع من ناحية الدستورية والقانونية كان النقطة المثارة من قبل المستشارين في مجلس النواب هو وجود شبهة في المادة 168 من القانون التي كانت تنص أن للمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسبا عند الرفع الدعوة إليها من أحد المساهمين في قراءتنا لهذه المادة لا يوجد أي تعارض مع نص المادة الدستورية 20 ألف فيما يتعلق في لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانوني بزيد تصنيف البحرين لأن البحرين إلى اليوم بين 180 بلد البحرين تقريبا في نص القائمة إن شاء الله بعد صور هذا القانون بتاخذ الدرجات المتقدمة في المراكز الأولى بالنسبة لهذا القانون كل اختصار ما جاء به هذا التعديل هو فعلا حماية إلى صغار المستثمرين وفي نفس الوقت أيضا محاولة أن نرتقي بالشريعات الموجودة خاصة في الشأن الاقتصادي إلى مستوى ما نطلبه اليوم للعالم لنكون عندنا موقعنا متميز في الاقتصاد العالمي اليوم نحن بحاجة إلى جذب المستثمرين بحاجة إلى أعطاء هؤلاء المستثمرين نوع من الثقة بأن حقوقهم سواء كانت في الاستثمار أو حقوق المالية أو أيضا حقوقهم في حضور الجميعات العمومية كلها مصانة القانون طبعا التغيير الأساسي الذي طرأ فيه هو يعني بحماية صغار المساهمين وهذا الشق كان الحقيقة غير محدث في القانون واليوم أصبح بإمكاننا أن نضيف صبغة جديدة على القانون تحمي مصالح صغار المساهمين وتأكد لهم سلامة استثمارهم وحقيتهم في إبداء صوتهم في الشركات اللي هم يساهمون فيها إن شاء الله هذا القانون رح ينعكس إيجابيا على تقييم البحرين في التقييم الدولي وطالما عانين نحن في هذه النقطة بسبب وجود نقصان في هذا الشق وأيضا نعتقد رح يعطي دافع كبير لسوق المال بحيث يشجع المساهمين الصغار بالدخول بسوق المال باستثمارات أكثر نظرا للحماية اللي رح يحصلون عليها الرؤية الاقتصادية للبحرين اليوم تحتاج إلى قوانين وتشريعات تعزز من بنيتها وتفتح شهية المستثمر حيث أن هذا القانون سيراعي صغار المستثمرين